أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة أحسن الله عزاءنا وعزاءكم بعزاء آل محمد عليهم السلام ورزقنا الله وإياكم طلب ثارهم مع إمام منصور منهم الدنيا التي تمثل حقيقة المقام الداني وإنما هي مخلوقة من الدنوب ولو لم يكن فيها إلا مشاركة المؤمن مع الكافر لكفى ولكن في حقيقتها الله سبحانه وتعالى أنزل الجمع الذي وجد في الزمان الأول زمان الذر وزمان الخلق يطلب من الحق المتعال الرحمة فينزله إلى هذا العالم لتضيق الأزمان وتكتب من خلال ضيقها الزمان الفسيح والزمان الباقي والزمان الممتد والكل قد استمهل الحق المتعال في أن يرحمه فضيق الحق المتعال هذا الوجود بهذه الطينة وهو أدنى المنازل التي لا يمكن بعد أن يتصور حبس أشد من هذا الحبس الذي نحن فيه المسمى بدار الدنيا أمام هذا الفلك الفسيح وأمام هذه الأفلاك التي هي تحت سماء الدنيا فكيف بما في السماوات فكيف بما ذكره الحق المتعال من أن الجنان هي فوق السماوات السابعة نحن وأمثالنا والعلماء لا يمكن أن يتصوروا مجرات وعرائش مجرات هذا العالم الذي هو عالم الدنيا ولم يخطو بعض خطوة في سمائها ولا في السماء الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة نحن أعجز من أن نخلق في أذهاننا الضيقة والموجودة في سجن الطبيعة المملوئة بالثقل صورة من صور الرحاب الفسيح الذي ينطلق به المرء فيوجد في ذلك العالم سعة لا يمكن أن تقدر بعقل كما قلنا قال العلماء للأفلاك أن في هذه السماء الدنيا أو في عالم الأفلاك يوجد مليارات المجرات ونحن كما قدمنا فيما سبق ما نمثله في هذه المجرة هو عنوان ماذا هو عنوان حبة التراب ولو تخيلنا إلى ما وصلت إليه العلماء في هذا العالم من رؤية للمجرات لذوهلت عقولنا فكيف لنا لو فتحت لنا أبواب السماء ماذا يمكن لنا أن نجد من فسيح بناء مقامات الله كيف لو فتحت السماء الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة كيف لو فتحت لنا أبواب الجنان إنما اتدخر هذا العالم ليكون الضيق فيه ضيق للوقت فيقدر الإنسان مصيره في ذلك العالم وقد رهنه الله في هذه القلة القليلة والظل في هذا الفيء الصغير للارتحال عنه أنه سيجد في ذلك العالم ما بناه في هذا العالم وأن عبادة يوم في هذا العالم تعادل ألف سنة في ذلك العالم إن اليوم عند ربك كألف سنة مما تعدون ومن هنا أيها الأخوة الأعزاء لا يمكن لأي امرئ أن يتوجه إلى الحق المتعال ما لم يفقه الحقيقة كما قال حضرة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئ عرف من أين وفي أين وإلى أين وهكذا تكون الرحمة هي المعرفة لأن المرء الذي يعلم ويعرف وجود السبع في هذا الطريق لا يمكن أن يسلك به السالك هو الإنسان الغافل السالك هو الإنسان الذي لم يتوجه الغافل والملتهي والمتراخي عن الأعمال والتارك ساعات هذا الضيق الذي أنزله الله فيه ليكون دار عمل وليس دار تلهن وليس دار لعب وليس دار تكاثر وليس دار خمول وليس دار كسالة بل هو قيام للاستفادة هو كالسيف كما ورد في كثير من الروايات إن لم تقطعه قطعك بالأمال بالتكاسل بحب التراخي إلى غير ذلك فيأتي الحق المتعال سبحانه وتعالى ليذكر الإنسان وقد أوجد في باطنه كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أرسل أنبياءه ليستخرجوا ما في دفائن عقولكم ما هو المدفون في العقل من ثقل الطبيعة أولا وثقل الأجسام ثانيا التي كانت لباسا لأرواحنا ولأنفسنا من لوازمها النسيان ومن هنا احتاج المرء إلى وجود الأنبياء احتاج المرء إلى وجود أرواح تكون بمستوى روح القدس لا روح الأبدان التي تدب فينا نحن العوام ولا روح القوة التي نقوم بها ولا روح الشهوات التي نأتي بها ونعتاش هؤلاء الأرواح الثلاثة هي من لوازم طبيعة هذه الدنيا فكيف لو أثقلت بالبدن حين ذلك العقل سيكون مدفونا وهو يحتاج إلى نبي ليذكره وإلى وصي حتى لا تتلاعب الأهواء ليطلبوا من خلال الوصاية حب الرياسة كما ورد في قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقست لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء وأنزل معهم الكتب لكن يحدثنا الحق المتعال أن الاختلاف يأتي بعد ما يأتينا من الكتاب بمعنى الاختلاف سيأتي لمقام من يرث مقام النبوة أهل الدنيا وأهل التلاعب بالأهواء وغيرها سيسعون إلى مناصب استفادات في هذا العالم وتحويل هذا الدين الذي هو خلاصة وتخليص الإنسان من عالم المادة إلى عالم الرحب الفسيح حتى لا يخلد إلى الأرض ويقوم في جهنم كما ورد في الروايات أن جهنم هي في طبقات الأرض في الأرض السابعة التي مملوئة بقيود أكثر من وجه هذا العالم تصور أن وجه هذا العالم الذي يتزاحم فيه البشر والمملوء بالمفاسد والمملوء بكل هذه المشاكل والمملوء بالقتل والمملوء بالمظالم وجه هذا العالم هو هكذا كيف بطبقات الأرض التي هي محط لمقام جهنم نعوذ بالله سبحانه وتعالى منها لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يمضي أهواء الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بالوصاية إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ليبغوا وليتطاولوا على مقام الوصاية التي هدفها وغرضها إيصال الأرواح إلى مقام النجاة إيصال الأرواح إلى مقام رفعك في السماء لا إخلادك إلى الأرض وحبسك في باطن أكثر من وجه هذا العالم مشاكله إن هذا العالم الصغير مملوء بالغصات مملوء بالآهات لكنه لم يكشف لنا بعد فيما طبقت دون وجه هذه الأرض طبقت الطبقة الثانية من الأرض فكيف بالثالثة والرابعة وإن جهنم هي بعد السابعة الله يعلم أي صور ستكون في تلك القيود جاء الأنبياء ليرفعوا الناس من وجه هذا العالم إلى ما هو فوق السماوات أي إلى الجنان وجاء أهل البغي أهل التمرد أهل الأهواء أهل حب الرياسة ليسلبوا هذا الأمر من أيدي الأوصياء ويضعوه في عنوان الرياسة وفي عنوان التبختر كما كان عليه عبيد الله بن زياد لعنه الله أو يزيد أو ممن تقلد هذا الأمر وأزاح أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن منصبه هم يظنون أن القتل القهر هو الذي يكون مطلوب وهو الذي يعطيهم الزعامة والخلود بعد موتهم وكما ذلك كان في دفن فلان وفلان ظن منهم أنهم ان تقربوا بالأبدان إلى رسول الله سيخلد اسمهم في الدنيا وهم يعلمون أنهم ليس لهم نصيب في دار الآخرة المناط هو عنوان الدنيا المناط هو طلب العاجلة لا المناط هو عنوان كيف ننجو أصلا من يقتو في هذه الخطوات هو لا يؤمن أبدا بوجود جنات هو لا يؤمن أبدا بوجود نيران لأن الذي يؤمن بوجود النيران لأن الذي يؤمن بوجود النيران يجتنب ويبتعد كمن يرى السباع والأسود في طريق فأنه يجتنب تلك الطريق ومن هنا نجد من عارض أمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه من أعدائه كانوا يقولون لبعضهم أبعهد جديد بسحر بني هاشم أنتم مما أنهم كانوا قد اتهموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمقام السحر ولم يقولوا حينما أراهم أمير المؤمنين رسول الله وطلب منهم أن يردوا الحق إلى أهله وخوفهم في جهنم فخرجوا من المسجد مرعوبين وقد لاقوا شياطينهم الذي كان قرينا له وهو الذي يعبر له أني قد رأيت رسول الله وقد أمرني كذا وبكذا وكان الجواب أبعهد جديد أنت بسحر بني هاشم المسألة تدخل في عنوان الرياسة ومن هنا عبر في كلمات الحق المتعال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم أن المراد من البغي هو طلب الرياسة طلب الرياسة في مقابل الخلافة في مقابل الوصاية ومن يطلب خدمة الوصاية هي ليست طلب للرياسة ولا يظنن أحد أن خدمة الوصاية وخدمة أوليائهم بعنوان الخدمة لا بعنوان حب التفاخر ولا بعنوان حب التميز ولا بعنوان حب التبختر فإن هذه الصفات صفات مروانية نعوذ بالله عز وجل من ذلك أيها الأخوة الأعزاء الله فتح هذا العالم ليكون رحمة وأنزل الجميع ليكونوا مرحومون بضيق الوقت ليقرروا من خلاله سعة الوقت الدائم وليرتفعوا بأرواحهم إلى عالم فسيح أفسح مما ترونه من خيالات المجرات فإن هذه المجرات التي هي بمثابة المليارات كما وجد في مثل هذه الأيام عند علماء الفلك حيث يقولون أن كمجراتنا هناك مليارات للمجرات وقد سموها بالعرائش والله سبحانه وتعالى يقول ومما يعرشون وقد نبه إلى هذه الحقيقة لكن هل تعلمون أيها الأخوة الأعزاء إن هذه المليارات من المجرات التي نحن في مجراتنا حب التراب لم ينظر الله سبحانه وتعالى إليها مذء خلقها ومن هنا زهد آل محمد عليهم السلام باتباع الهوى والاغترار في هذا العالم عما هو ثمين لك لا أنهم لا يرغبون لك أن تأكل وتشرب وتأتي بالدار الواسعة وغيرها بل يخافون عليك أن ينسيك الغرور والأمل ما هو أسمى وأعلى وأنك في هذا العالم أنت بمثابة وجود لم يخرج من النطفة فحاسب فكيف بذلك العالم الذي لا تخطر لذاته على قلوبنا وعلى أفئدتنا ومن هنا قال إمامنا الحسن صلوات الله وسلام عليه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر جنة الكافر لأن باطنه كالذر وصف بالروايات أن بني أميل عنهم الله يحشر يوم القيامة كالذر فيكون البدن واسعا عليه ولكن المؤمن الذي هو من روح الله ومن روح أنبيائه وأوليائه وأوصيائه لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الله يحكي عن إبراهيم ومن تابعني فإنه مني فإنه يكون فسيحا بتلك الروح التي لا يعلم لذاتها إلا الحق المتعال نحن في هذا العالم أيها الأخوة الأعزاء ما نحتاجه بين يدي الحق المتعال أن نجلس ونطلب منه قبل الطعام والشراب وقبل أي حاجة من الحاجات أن يكشف عن قلوبنا وعن أفئدتنا حقيقة الحكمة وأن يكشف عن قلوبنا وعن أفئدتنا حقيقة ما جاء به الأنبياء والأوصياء لنكون بذلك منزجرين عن عصيان الحق وطائعين ومنشغلين فيما هو لنا والله غني عن العباد الله في عبادتنا لا يحتاج ولكن من شفقته وشفقته أنبيائه وأوليائه صبروا علينا نحن الغافلون الذين انغمسنا في هذا البدن وإضافة عن هذا البدن انغمسنا في اللهوات والشهوات الحلال فضلا عن الحرام وإذا انغمسنا في هذه الحقيقة غفلنا أن هذا الوقت الذي وهبه الله لنا 24 ساعة يعادل ألف سنة عند الحق فكيف لا نملأه بالطاعة وبخدمة المؤمنين وبقضاء الحوائج وبالصبر على هذه الحياة ورفض التراخي ورفض الكسل ورفض النسيان ورفض الجبن ولذلك ورد في كثير من الأدعية الاستعاذة من الكسل والجبن والبخل والفشل والهم والغم وهي من لوازم ترك الأعمال والتي تبقي للإنسان حالة والعياذ بالله نفسية مشغولة وهي فقط عنوان تأمل وتفكر وتتصور وتارك في عرض الحائط هذه الأعمال إن ثمن هذه الساعات هو ألف سنة فهل نحن مطلعون قد ورد في كثير من الروايات يفتح للمرء يوم القيامة عن ساعاته بأربعة وعشرين خزنة ففي كل خزنة يكون فيها الأعمال الصالحة تكون ثمنا له في الجنان والأعمال الطالحة تكون له عقارب وحيات وغصاقة وحميم وإلى غير ذلك والعياذ بالله والتي تخلو من هذه وهذه تكون فارغة هذه الحقيقة التي نتمثلها لم نأتي إلى هذا العالم ليجغلنا الحق المتعال بهموم العيال والأولاد ولا بهموم الأنفس جاء بنا كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ليعظم وجودنا فنستحق الثواب وقد جعل طريق للتعظيم وحذرنا أن نلهو في كثير من الحلال حتى لنصل من خلاله إلى الحرام لأن المرء الذي يصل إلى الحرام والعياذ بالله ترحل عنه روح الإيمان وإذا رحلت روح الإيمان لم يبقى فيه إلا روح الشهوة وروح القوة وروح البدن وهذا ما يشاكل الأنعام وإذا شاكل الأنعام لم يميز حق من باطل بل سيفترس كل ما تشتهيه نفسه عند أول لحظة يفر فيها من العقاب في دار الدنيا وليس في دار الآخرة وهذا ما عليه أهل الذنوب هم ذئاب هم ثعالب لأنهم يسرقون خيرات الناس ويعتبرون أن ذلك ربحاً وليس خسارة وأن ذلك شبعاً وليس جوعاً ولكن الحق المتعال يقول لهم إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً لو كانت الحقيقة في بواطننا لشعرنا بتلك النيران التي نأكلها من حقوق الناس ولشعرنا بتلك الدماء واللحوم التي نأكلها في الغيبة من لحوم الناس ودماء الناس ولشعرنا بكل ذنب ولكن حجبنا فاحتاج الله سبحانه وتعالى لنا ولتقصيرنا لا لحاجة من هو أن يرسل الأنبياء والأوصياء وجعل على القلوب إضافة إلى الأوصياء والأنبياء ملائكة يرشدون ويسددون وقد بيّن الحق المتعال في كتابه عن ملائكة سددوا أهل بدر عن ملائكة ألقوا الرعب في قلوب الكافرين وكان عوناً له وجعل الحق المتعال للمؤمن قرين وجعل لقلبه أذنين أذن للرحمن وأذن للشيطان فما كان مخالفاً للهوى والعاجلة وحب الطراخ كان للرحمن وما كان موافقاً للطراخ واللكسل وحب الاتكال على الغير وتضييع العيال وترك الجهاد وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكذب على الله ورسوله ليشتروا بذلك ثمناً قليلاً كما عبرت الآيات الكرآنية في بني إسرائيل وفي قوم النصارى إذ أنهم حرفوا الكتاب لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لتركبنهم طبقاً عن طبق وتحذونهم حذو النعل بالنعل ولو دخلوا حجر ظب لا دخلتموه فكانت تقربوا إلى من خالف مقام الولاية عزاً تركوا بذلك يتصورون أنه عزاً تركوا بذلك أمر علي عليه السلام حتى وصل الأمر أنه يجلس في داره ثلاثة وعشرين سنة ويقاتل ويبين دين الله ويحذر الناس ويذكرهم ولكن الناس غافلة هي تريد العاجلة تتصور أن الأمان مع بني أمية ومع بني العباس فكذبوا بذلك فاستحقوا بذلك جهنم ومن هنا ورد عندنا في الأحاديث أن هناك فأناس في آخر الزمان يكونون مع السفياني بل لا يكونون فحسب هم ممن يروجوا إلى السفياني سبب ذلك يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنهم أن هناك علماء من الأمة يقولون عن السفياني أنه أفضل أهل الأرض بل خير أهل الأرض ولكن مرد ذلك أنهم يكتمون الفضل ولا ينكرونه بل يكتمون الفضل من آل محمد ويقول العلماء الذين يكتمون الفضل من آل محمد أنه خير أهل الأرض فإذن الكتمان هو سبب للوقوع في ماذا في ولاية والعياذ بالله وجود فتنة لم تكن حتى في جمن رسول الله وهي أظلم من ذلك فتنة والعياذ بالله فتنة السفياني التي حذر منها كل نبي ورسول ووصي وإمام يكفي حديث ملئ الظلما وجورا ملئ الظلما وجورا وهذا الوجود الخبيث الظلماني ترى وجودات والعياذ بالله بسبب كتمانهم وليس إنكارهم بسبب كتمانهم لفضل آل محمد وتعيين مقام الولاية ظلا منهم أن هذا الكتمان يجلب لهم خيرا وأن هذا الكتمان يمكن أن يسيس بعض الأمور ويمكن أن يدفع عنهم بعض الشر لكن في حقيقته وفي السنن الإلهية أوقعهم في الشركة والعياذ بالله مع من؟ مع السفياني حتى يقول العلماء الذين علل الإمام الباقر عليه السنة الذين يكتمون الفضل من آل محمد أنه خير أهل الأرض أي صورة لهؤلاء؟ أي عيون نظرت؟ أي عيون محجوبة؟ الله سبحانه وتعالى حذر الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله أأله أذن لكم؟ أم أنكم تكذبون على الله سبحانه وتعالى إن الكذب على الله هو الكذب على رسول الله هو الكذب على أمير المؤمنين هو الكذب على الأئمة هو إخفاء ما أمر به الأئمة ليطلبوا بذلك ثمناً قليلاً الله يقول سيصلون سعيراً وهكذا ما قدمت وأني في كثير من البحوث ما من أمة إلا وامتحنت إن الله أخذ سبعمائة أمة بالعذاب أربعمائة في البر وثلاثمائة في البحر بسبب مخالفتهم للأوصية إذن الوصاية هي الحد لم يكن رسول الله قد وضع نفسه هو الميزان ولكننا نجد أن الله ورسوله وكتابه وضع الميزان في ولاية عليه وضع الميزان في حب فاطمة الذي رضاه أهل العامة وأهل الخاصة حبه إيمان وبغضه كفر فإذن هو بحد ذاته الحاكم لدار الدنيا ولدار الآخرة الميزان دائماً يكون في الوصاية لم يجعله رسول الله لأن الناس اجتمعوا على رسول الله لأنهم حكاهم بمقام الإنذار ومن هنا أيها الأخوة الأعزاء جاء وجوب التذكير أيها الإنسان التفت مع وجود الملائكة على قلبه مع وجود أرواح المؤمنين الذين يستدرجون لك الملائكة بالهداية والاستغفار مع طهر الله لنفسك بأن تعمل شيء من المستحبات أو الحسنات ليأتي ملك فينبئك بما يجب عليك أن تفعل لأنك تفعل الحسنة وتأتي تقول أنا فعلت الحسنة أذهب وأصنع المعصية لا إن فعلك للحسنات يستدرج لك ملك ينبهك في قلبك ووجود في ذاتك اسمه العقل الذي هو حج عليك لا الذي يخاطب به الناس اليوم أن الله خلق العقل كيف يكون عندك هذا غير عقل وعند قوم آخر عقل بل عند قوم آخر ماذا مخالفته خلاف العقل إن أحكام العقل شيء واحدة احذروا أيها الناس بعض الذين يسارعون أن يبرزوا أنفسهم بين الناس يقولون لكم أن الله خلق العقل والعقل لا يخالف الشريعة نعم العقل لا يخالف الشريعة لكن المراد من العقل مجتمع عليه العقلاء لا ما استقبحته نفسك ورغب فيه هواك ما تنطق به هو هواك ولو كان أمرا عقليا لاجتمع عليه الداني والعالي كما هو الحصن والقبح العقليين ليس هذا مدار بحسنا في هذه الليلة أنا ما أريد أن أذكر به نفسي وأخوان المؤمنين أيها الأخوة احذروا نحن في زمان آخر الظلمة وكلما تلوت هذه الرواية يشهد الله أيها الأخوة الأعزاء تقشعر منها الأبدان ويقشعر منها بدني هؤلاء العلماء أي عين يحملون أن يصفوا السفياني بأنه خير أهل الأرض وكلما فكرت في هذه الحقيقة اغرورقت عيناي وأخذتني الرعشة ووقفت بين يدي الحق المتعال متوسلا بإمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه أن يكشف عن قلوبنا وعن أبصارنا أخشية المرية والحجاب التي يمكن أن نقع بهكذا مستوى والعياذ بالله لو قلت عاميا لو قلت صاحب سلطان لو قلت صاحب جاه ومال لقلت أن ذلك هو سبب لمصالحه لكن ما معنى العلماء والعياذ بالله هل سنتقلب العلماء في آخر الزمان إلى الدرجة علماؤهم أمراء كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله فيتصورون أنه بهذا تنحل مشاكلهم والطرح الذي سينطرح للسفيان في آخر الزمان أيها الأخوة هو طرح على أساس سلام وجاء يقاتل الإرهاب وجاء يخلص وجاء يسوي وهو دعوة الروم نعوذ بالله نعوذ بالله إن الخلاص من عقدة الإجرام التي يمثلها بعض الكفر لعنهم الله والتكفيريين ليس الزهاب إلى هذا بل الزهاب إلى حضرة سيد الشهداء هو الذي قال عن نفسه أنه بنا كهف الأمان إن لم أقتل فأين الأمان لشيعة وبماذا يمتحن هذا الخلق المتعوس هذه حقا تستحق أن يتوقف عندها المر هذا لا صوت النبوة لا يقطفون أثر نبي ولا يعملون بعمل وصي ولا يؤمنون بغيب كما يقول أمير المؤمنين صلى الله عليه لا آثار النبوة يريدون ولا وصايا الأوصياء يسمعون ولا تحذير أمير المؤمنين والأئمة لما هو قادم من العلامات ليكون هذا الغيب الذي أنبأه أئمتنا حاجز لهم عن الاقتحام في ولاية الظالمين التقرب لبني أمية وبني العباس أصبحت أذاننا صم بقم عمي لا ننطق لا نسمع لا نرى إذن ماذا يحتاج وهو إمام الزمان صلى الله عليه وسلم في كل ساعة حينما يقول إياك نعبد وإياك نستعين للحق المتعال هو يسمع كل باطن يتمنى أن ينجيه ولكنه كأن الدنيا انطبقت عليه وهذا الصوت الذي يأتي هو صلاة الحضرة صلى الله عليه وسلم والهدايات هي تهجدات الحضرة صلى الله عليه وسلم بل شأن من شؤونه شأن في تبرير لماذا أسمعت هذا ولم تسمع هذا وأنه يستطيع أن يهدي ولكن إن هدى سيحتاج الكافر كل آن في الصباح في المساء في الظهر في الغروب يستصرخ بواطننا إمام الزمان لكن من هذه الصرخة نحن نفر ونستأنس بالظاهر أنصوا بعضهم ببعض كما يقول أمير المؤمنين المعروف ما عرف عندهم والمنكر ما أنكروه احذروا احذروا والعياذ بالله أن نصل فنتصور إلى رتبة لا نقول فقط السفياني خير أهل الأرض بل نقول نداء آل محمد عليهم السلام يضغطنا ويزعجنا نفر منه نشمع الزمان ومن هنا في دعاء إمام الزمان اللهم أني أعوذ بك أن أكون من أعداء آل محمد اللهم لا تجعلني من خصماء آل محمد ولا من أهل الحنق والغيظ على آل محمد وهذا سببه بكثرة الذنوب وأن أول الذنوب معادات أوليائهم وظلم أوليائهم وحرمان أوليائهم كما قال أمير المؤمنين يقربون الحربي ويبعدون البدري أهل البدر يبعدونهم ولكن أهل الحرب لرسول الله كما يقول أمير المؤمنين التي هي عباسية وأموية هو الأمل هو الراحة هو السكينة هو الأطمئنان بأي حال نحن بأي آذان نسمع هل أذن الرحمن التي في القلب أم أذن الشيطان الذي قال وعدتكم فأخلفتكم ومن حقيقته الخلف ولكن إمام الزمان من حقيقته الصدق بمعنى أنه إذا وعد لابد أن يفهم إلى ما نفر أي ذنب ارتكبنا حتى وصل بنا الأمر أن تقول والعياذ بالله العلماء أن السفيان خير أهل الأرض لابد أننا من العلم طلبنا الإمارة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مساجدهم مملوئة بالأجساد خراب من الهدى أي من الولاية لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه إنما أنت منذر ولكل قوم هات وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات صدقنا كل الناس إلا حذرة بقية الله الأعظم فيما أمر في الأسباب التي وضعها والنتائج التي أخبر عنها بأي ظلمة نحن بأي ظلمة نحن فلذلك الله سبحانه وتعالى يستصرخ بنبيه والنبي يستصرخ بالأوصياء والأوصياء يستصرقون بأوليائهم وأوليائهم يستصرخون بالبواطن ولا يسمعون إذا وصلت الرتبة إلى هذا فلابد أن يظهر يظهر الله سبحانه وتعالى وليه ليميز به الخبيث من الطيب وينطق بالظاهر لا بالبواطن وأن ليست من عادة الولاية أن تعمل بالظاهر لأن الله سبحانه وتعالى جعلها من عالم الأمر فقال ألا له الخلق والأمر وقد عبر وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وليس بمقام الخالق ومن هنا ورد في الأحاديث في آخر الزمان حتى يظهر الله وليه وهي عادة لم تكشف فيما قبل لأن هناك شدة ظلمة ولا يمكن للقلوب أن تسمع ذرة لشدة احتجابها فيبتلى هذا الولي بكثرة والعياذ بالله الحساد بكثرة إلى غير ذلك والمتنطحين لأنه لا بد أن يعمل معهم بموازين الولاية الرأفة الشفقة وهذا ما كان عليه الأئمة صلى الله عليه وسلم وما لاقوه وهذا معنى كلام أمير المؤمنين أن مبين فضائلي لا بد أن يبتلى بالحسد حتى يحسده الإنس والجن كما قال عن ميثم رحم الله ميثم التمار اجتمع على قتله الإنس والجن فإذا هو يظهره لحاجة لأن القلوب محجوبة عن الصماء فهو يحتاج إلى صوت لأنها ملئة ظلما وجورا وبذلك ورد هذا الأمر في كلمات أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم ويظهر الله خير الخلق ليميز به الخبيثة من الطيب خير الخلق ورد بأوليائنا ورد بأوليائنا لذلك أيها الأخوة جعلها الله ضيقة حتى لا تنسي الآخرة جعلها الله سبحانه وتعالى غير مرغوب فيها حتى تيأس منها ويدفعك هذا اليأس لا إلى الإنزواء بل إلى كثرة الأعمال في دار الآخرة والمطلوب أن لا تضيع هذه الأعمال المطلوب أن لا تضيع هذه الأعمال ولا تبطل هذه الأعمال ولذلك احتاجت إلى وليّة تولاها اللهم إني أسألك بحق نعل صاحب الزمان على عالم الكائنات أن لا توكلنا إلى أنفسنا طرفة عينا أبدا أن تتولانا وتتولى أعمالنا لتبقى لا أنها تندثر في الدنيا فإذا ذهبنا إلى عالم البرزخ لم نجد شيئا أو ذهبنا إلى عالم الآزف لم نجد شيئا شيئا أو ضعنا في عالم الأعراف أو لم نجتز العقبة وكانت الأعمال كافية للعقبة فحسب أو ما وصلنا إلى عالم الأحقاب لابثين فيها أحقاب إن ذلك السفر سفر عميق وطويل اسعوا أن تكون ثمن أعمالكم ليس وجه هذا العالم أيها الأخوة الأعزاء أيها الأخوات العزيزات لا تبيعوا ثمن أعمالكم في وجه هذا العالم وإذا قنتم للصلاة بين يدي الحق ومناجاته في أجواف الليل أطلب أن تكون هذه الأعمال ثمنا للآخرة هذا سيلغي حب التباهي هذا سيلغي حب التراء والعياذ بالله هذا سيدفعنا إلى أن نهتم بأنفسنا هذا سيرشنا كثرة الصمت عن القالب القيل هذا الذي سيربي أفئدتنا إن الإنشغال بهذه الحقيقة أن أعمالنا هي لنا نبنيها أرأيت مثال لهذا في دار الدنيا هل رأيت عامل للبناء كثير إنتاج الأموال هل يخلو بوقته أن يتحدث مع أحد أو يشغل نفسه في أحد بل تراه منهمكا في عمله لا يبالي ما يحصل بين الناس وهذا لأجل دنيا ألا ينفعنا العمل بين يدي الحق المتعال أن ننظر في أفئدتنا وأن نقوم للأيام أنا ما أريد أن أتحدث به هو كشف الآخرة حتى يهتم كل إنسانا بنفسه فيكون مدعاة للثبات ويكون مدعاة لصلاح كل المؤمنين لأن لو كل إنسانا روض نفسه فإن للأنفس الأخرى ربا كما يقول أمير المؤمنين يروضها لا أنك تعمل لتبرز فإنك إذا كان كذلك ضاع عملك وأنت في هذه الدنيا مع فقرك مع حاجتك مع كل نصيبك ولكن لو علمت أن هذا العمل سينجيك من الأيام والأحقاب لاتدخرته في كتمان ولكان أنسك بين يدي الحق المتعال في أجواف الليل أشد من الأنس بين الناس إن صفات الضالين في آخر الزمان أنسوا بعضهم ببعض ولكنهم نسوا مجالسة الحق المتعال والحاجة إليها نسوا أنهم هناك أيام يحتاجون فيها إلى العمل من كثرة الصلاة والعبادة والتقوى والورع هناك أقوام أرادوا أن يصوروا قيمة الإنسان هو هذه الحياة الدنيا ولو بلباس التشيع فما دار حديثهم إلا عن وجه هذا العالم وكان هذا مبلغهم ولكنهم حجبوا الحديث عن الآخرة ولقاء الله لأن لا ثمن ولا حظ فيها لهم ولا يوجد أنفسهم بها كحياة الدنيا ولو طلبوها للآخرة لوجدوا لأن كل إنسان يتعلق بحجزة من علمه في هذه الدنيا بالآخرة ويكون له نور يصدع على أهل المحشر كالقمر وأن أدنى سلك من عباءته تغشي أبصار الدنيا وما فيها كما وصف أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم حقيقة العالم الهادي أيها الأخوة الأعزاء هذه حقيقة الدنيا احذروا والعياذ بالله أن يطول الأمل فتقطحم أنفسنا بعد أن ترحل عنها روح الإيمان وأنا قد بيّنت هذا مفصلا ويبقى فيها روح الشهوة وروح البدن وروح القوة فتتشاكل مع الأنعام فتنسى الآخرة فتقطحم المشقات وتكون من أهل الشقاوة حين ذلك لا ينفعها لا تذكير الظاهر ولا إلهام الضاطن وبذلك يختم عليها في العذاب الدائم لن تبقى في وجه هذا العالم بل ستخلد إلى الأرض وهذا ما كان مثل بل عم باعورة أخلد إلى الأرض يقوذ الله عن هذا الذي يظن نفسه أنه مرجع بني إسرائيل مثله كمثل الكالب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث الله وصف العالم الذي يتعلم ليباهي السفهاء أنه فليتبوأ مقعدا في جهنم وربما يكون هذا العلم مقعد لجهنم لكن العلم إذا تعلمناه لنحصن أنفسنا ونعمل به لاجتياز الأيام كان شأننا شأن المتقين جميعا لا شأن الأمارة والعياذ بالله إني أذكر نفسي وأذكر إخواني أن لا يصعوا في يوم من الأيام أن يجعلوا هذه العلوم دارة بخطر على الآخرين اجعلوها حصنا لأنفسكم واجتيازا للأيام وشوقا إلى الأعمال والطاعة فإن في ذلك نجاتكم وإن في ذلك سيركم وإنه من يسير كما يأتي إن شاء الله معنا أقوام على الصراط قل برق الخاطف حتى أن النار تقول إلى الله وتتوسل وتستغيث بأمير المؤمنين جز يا علي فقد أطفأ نورك له فقد أطفأ نورك له وربما إنسان يسير حسب طواطئه في هذا العالم في يوم الأحقاب لابثين فيها أحقابات تسعمائة ألف عام وربما يسير هذا المنزل أقوام بأقل من طرفة عين أولئك أصحاب الهمة إلى العمل لله وليس للطراء لأن من يطراء يبطل عمله في هذا العالم ويذهب نعوذ بالله من ذلك بذلك يبغض الإنسان آل محمد ويصل إلى ربه يصبح أمر آل محمد مثل الثقل على قلبه لا أنه يستشعر به الرحمة بل يعتبره ضيق بل يعتبره إشمئزاز خلصنا يا شيخ حاجة ضغط علينا وهو باب النجاة الضغط بما أنت فيه لأن الشيطان يستدرجك والآمال تنسيك والهوى يرغبك انظروا أيها الأخوة الأعزاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حديث بالكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد إلا وعليه أربعون جنة حتى يعمل أربعين كبيرة نعوذ بالله فإذا عمل أربعين كبيرة والكبائر مهروفة والعياذ بالله إن كشفت عنه الجنن أي الستر الذي كان الله سبحانه وتعالى يستر عليه يستر في معنى ليس فقط دار الدنيا بل لمن يشاهده من الملائكة والروحانيين والخلق والأرض وغير ذلك لأن الأرض تشهد على المؤمن بأنه كان يحن إلى الحق المتعال عليها ويصلي عليها فتشطاق والأرض التي كان يعصي العبد ربه بها تلعنه الأرض تكون شاهد عليه كل ما من حولنا هو خلق الله وهو يتأذى من عصياننا ولا تتصور أن الناس فقط المطلعة على أعمالك السيئة بل أن جدران هذا العالم وأرض هذا العالم وأشجار هذا العالم وهكذا ورد في كثير من الروايات أن بعض الأشجار تفتخر على الأشجار الأخرى بطاعات ولي الله تحتها أو المؤمن تحتها حتى يصبحون بعضهم بعضا فتسأل إحداها الأخرى هل قام عبد لله تحتك بالصلاة والتوبة والخشوع بين يدي الحق أيها الأخوة الأعزاء نحن لا نحتاج إلى كثير من الفلاسفة الروح علموها علوم آل محمد تنقاد ولا تتعقد اليوم ترى أقوام دغري وسارع بدي يكون أني عارف بدي يكون أني ولي بدي يكون هذا عم يطلب نفسه هذا بعضهم يقول بدي وبده إذا أردت أن تصل اذهبوا فتشعر الحقيقة لتعمل بها لنفسك لا لتتبختر بها في التنظير فأن هذا التنظير وهذه الدكترة حجاب اذهبوا وقرأوا وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر وتفكروا بها اذهبوا واتلوا وصية إمامنا حكيم آل محمد صلى الله عليه وسلم لهشام أبن الحكم إمامنا القاضم عليه السلام فإنها تخشعر منها الجنود وطبق الإنسان في حيرة ولو كانت في كل ليلة جملة واحدة بل كلمة واحدة من هذه الوصاية لكفت في تأديمنا إن هذه الأدعية بين يدي الحق الواردة عن أمتنا تكفيك كثرة التلهي واعلم أنك في محضر الضيق محضر الدنيا وأن هذا العالم ليس أهل التبختر فيه وليس أهل لشوفان الحال وليس أهل لحب التميز إنه عالم ضيق وسريع اسعى أن لا يقطعك لأن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك يقول أمير المؤمنين عليه السلام ما من عبد إلا وعليه أربعون جنة يعني أربعون ستر حتى يعمل أربعين كبيرة فإذا عمل أربعين كبيرة الكبائر التي وردت إن كشفت عنه الجنن أي الأستار فيوحي الله فيوحي الله إليهم أن استروا عبدي بأجنحتكم فتستره الملائكة بأجنحتها بعد ما عليه ولا جن هذا تحميه الله بلطفه يرسل أجنحة الملائكة حتى لا تشهد عليه طبعا هذا غير التائب غير الذي إلى غير ذلك قال فما يدع شيئا من القبيح إلا فارقه حتى يمتدح إلى الناس والعياذ بالله بفعله القبيح بصير يحكيهم كيف والعياذ بالله سرق كيف اغتاب المؤمن كيف ظلم المؤمن كيف زنى كيف شرب القمر كل هذه المعاصي والعياذ بالله كيف تبختر كيف سكت أهل المجلس وخوفهم من عقد حاجبي في وجه أخيه المؤمن لم يرى ريح الجنة روحوا راجعوا الروايات ما حدا بكرة يقول له يا رسول الله أنا ما كنت أعرف تعرفوا شو مشكلتنا بعلماء آخر الزمان الذين يقولون عن السفياني أنه خير أهل الأرض مشكلة فلسف الدين من عقولهم لذلك إمام الزمان صلى الله عليه وسلم عليه حينما يخرج ينصب محكمة كما ورد في الروايات فيقول للعلماء أكان هناك نقص في دين آباء حتى تتمموه بعقولكم أنا أرى وأنا أرى مين أنت اللي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف وصه اللي إمامنا أمير المؤمنين اللي الأئمة اللي حضرت صاحب الزمان أئمتنا ما هي وصاياهم إلى الشيعة هل طبقنا كلمة مما قالوها وطاعتهم هي طاعة الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله أنا أدعو نفسي وأخواني العلماء للأسف حتى الحوزات يتعلم سنين عديد المرء لا يكون قد مر على دورة التي هي باب النجاة كتاب الله وعترة أهل بيت دورة كالكافي مش آري عن من تنطق عن هوا عن عقل طبيعي لأن الموازين ضايع عندك في حديث آل محمد بدك تقول عن السفيان أنه خير أهل الأرض بدك تتمم بعقولكم لذلك يقول حتى يمتدح إلى الناس بفعله القبيح فيقول الملائكة يا رب هذا عبدك ما يدع شيئا إلا ركبه ما يدع شيئا إلا ركبه وإنا لنستحي الله لا يكون منا كلمة يا أخوان وإنا الملائكة بتصير تقول له حفظا يا رب شدة الحياء من فعل معاصي فلان كسرت لنا خاطرنا ما حد قادرين نحن يعني من يكون عم نغطيه بجناحنا وهو نازل فرم بالمؤمن وانت أعزيت المؤمن هذا عم يكسرنا ما قادرين نتحمل وإنا لنستحي مما يصنع فيوحي الله عز وجل إليهم أن ارفعوا أجنحتكم عنه فإذا فعل ذلك أو فإذا فعل ذلك أخذ في بغضنا أهل البيت تكوينا هذا ما قدمته فيما مضى من أني سأتحدث كيف يكون الإنسان مبغضا لآل محمد يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه أخذ في بغضنا آل محمد في بغضنا فعند ذلك ينهتك ستره في السماء وستره في الأرض ثم كان عاقبة الذين أساء السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون بيوصل لمرحلة يكذب بالوصي ومن ثم يقول الإمام سلام الله عليه ينتقل إلى التكذيب بالنبي وبعد ذلك ينتقد إلى التكذيب بتوحيد الله وإن ربى لحيا اللي يتماشى بين الناس الكلام في الضغط النفس وعدمه بل عم بن بعورة ضلوا لابس العمام لمات لا صار كلب يا ناس احذروا يا علماء دلوا أنفسكم والناس على وصايا أئمة وأقبلوا على الليل بهذا الحزن الحزن الذي يبكيكم بين هذا الحق المتعال أن يعفو عن تقصيرنا أولا وأن يكشف عن قلوبنا مرية الحجاب وأن لا يرفع أجنحته والجنن وأجنحت الملائكة لأن إذا رفعت شو بيقول أخذ فإذا فعل ذلك رفعت الجنن ورفعت وزاحت الملائكة أخذ في بغضنا خلاص صار ينضغط ما بيقدر يتحمل البغض مش أنه يطلع والعياذ بالله يحكي ضب ما قادر يتحمل خلصني ما أضين ليها بك بيصير يكره بيصير يكره بدي عيش الله نجعل لك العيش هناك أنت لأنك كافر هناك عم تطلب هيدا ولو كنت باصر هناك ما طلبت تقول الحمد لله الذي لم يشغلني عن أمره بل وفقني لأن أنفق نفسي وروحي ووقتي وحياتي فيما يدخره لي في الآخرة ولم يضيع لي عمري أخذ في بغضنا أهل البيت فعند ذلك ينهتك ستره في السماء وستره في الأرض إمامنا الصادق عليه السلام يقول في تفسير يا من ستر القبيح وأظهر الجميل قال إن العبد إذا فعل المعصية أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن تغض البصر فبذلك يستره في السماء ويستره عن الشاهدين يقول أجلوا له لا تكتبوا حتى يعود إلى التوبة ويستره عند المؤمنين فيأتي الله سبحانه وتعالى ولا ذنب عليه إذا أقبل بصدق النية واعتبر نفسه أنه جرى نفسه لمواطن ليس شأنه ولا يذب الله هو شأن أن يصعد إلى السماء لا أن يخلد إلى الأرض فيقول الملائكة يا ربي هذا عبدك قد بقي مهتوك السطر فيوحي الله عز وجل إليهم لو كانت لله فيه حاجة ما أمركم أن ترفعوا أجنحتكم عنه مش أنه الله محتاجه لا أن الله لا يرى فيه سعى لرحماته حاجة الله إلى العبد أن ينجيه لأنه محتاج إليه شوفوا أيها الأخوة الأعزاء لذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام للأصبغ وقد يأتي عليه للإنسان حالات في قوته وشبابه يهم بالخطيئة فتشجعه روح القوة فإذا الله بيأتي له روح القوة من أولا لا يخمل لا يتوجه للعمل بروح الإيمان بعض الناس بيخمل وبروح أعلم أن هذا من الشيطان وتزين له روح الشهوة وتقوده روح البدن حتى توقعه في الخطيئة فإذا مسها انتقص من الإيمان ونقصانه من الإيمان ليس بعائد ليس بعائد فيه أبداً أو يتوب فإن تاب وعرف الولاية تاب الله عليه وإن عاد وهو تارك الولاية أدخله الله النار جهن معنى تارك الولاية تارك ما أمرنا من اجتناب المحرمات وفعل الطاحت إلهي نسألك بعطف إمام الزمان صلى الله عليه وسلم بشفقته بلطفه بنظراته لحالنا أن تزيده رأفة علينا وأن تزيده حلماً عن جهلنا وأن تمن علينا بلطف عنايته سيدي نحن في غيبة عنك نحن في غربة نحن في زمان ملئة ظلماً وجورة سيدي إن لم ترحمنا فمي يرحمنا نعوذ بك بحب أمك الزهراء فاطمة صلى الله عليه وسلم إلا استنقذتنا وعافيتنا ورزقتنا العفو والعافية والمعافاة إنك ولي الأحسان ومقسم الأرزاق وباعش الخيرات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته